يواصل مطار العريش الدولي استقبال طائرات المحملة بالمساعدات إلى قطاع غزة وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الطائرة الإغاثية السعودية الـ 26 غادرت إلى مطار العريش الدولي وأفادت الوكالة بأن الطائرة تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة تشتمل على مواد طبية وإيوائية تزن 24 طن ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة تشتمل على مواد طبية وإغاثة الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني